حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطاين فأنت بفضل الله تازه وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحياتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه واستخلفه في الأرض وكلفه وأشهد أنه الله لا إله إلا هو وتعددت أنعمه وآلاؤه وأولها نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير العابدين والشاكرين فاللهم اصل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين في كل زمان ومكان وبعد أيها المستمعون والمستمعات يقول الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتبين بأسلوب الحصر والقصر الذي أفاده الاستثناء بعد النفي أن حياة الإنسان كلها عبادة وأن مهمته في هذه الدنيا تحقيق العبودية لله وحده وغني عن البيان أن مفهوم العبادة التي كلف بها الإنسان وجعلت غاية وجوده لا تقتصر على المعنى الاصطراحي الخاص الذي يعرفها به الفقهاء تمييز لها عن المعاملات على أهمية هذا الجانب وهو أركان الإسلام الخمس فالعبادة بالمعنى الخاص تتضمن أركان الإسلام وهذه الأركان هي الأساس في التعبد بعد التوحيد لأنها المحطات الروحية التي يتقوى فيها الإيمان وتثمر ثمارا طيبة في الواقع فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة تطهر من الشح الصيام يثمر التقوى والحج يطهر من الرفث والفسوق والجدال العقيم فالعبادة على هذا شميلة الأركان وثمراتها ضمة المعاملات والأخلاق وكل سلوك حسن فمن قاعدة القرآن والسنة الجمع بين الجوانب كلها العقدية والتعبدية والمعاملاتية والسلوكية كذلك فعلت الكثير من الآيات القرآنية فقد جمعت مثلا آية البر في صورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره جمعت بين العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والخصة الدين كلها واعتبرت ذلك كله من البر الذي هو الإيمان وعلى نفس النهج تسير تعاليم السنة أخرج الطبراني قوله عليه السلام إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درزة في جهنم نسأل الله السلامة وبذلك نعلم أيها الكرام أيها الكريمات أنه لا يمكن الفصل في حياتنا من ما هو عبادة بالمعنى الخاص وما هو أخلاقي فعبادة المؤمن لون من الأخلاق وأخلاقه لون من العبادة وعلى هذا يدخل في العبادة بالمعنى العام جميع حركات الإنسان وسكاناته التي تصدر عنه حتى ما تعلق بشؤون العادات وباقي التصرفات الدنيوية بحيث تتسع دائرة العبادة بالمعنى الشامل لتشمل حياة الإنسان كلها في توازن عجيب بين أمور الدين والدنيا وهذا ما أكده نص الانطلاق في أقوى أساليب الحصر والقصر التي غطت جميع تصرفات الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن العبادة بالمفهوم الخاص لا تأخذ منا إلا القليل من الوقت فتبين أن بقية العمر عبادة إذا أوظف فيما يرضي الله ورسوله وإذا كان العمل قلت وإن كان العمل دنيوي بشرط أن يكون العمل مباحا مع إخلاص النية وإتقان العمل من غير أن يشغل عن الواجبات الدينية الراتبة وهو المعنى الذي أكده وقله تعالى قل إن صلاتي ونسكي وامحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بقي لنا أيه الكرام أيها الكريمات بعد أن استقر في الذهن أن للعبادة مفهوما أشمل وأعمق أن ندلل على ذلك بأمثلة عملية لتطمئن القلوب قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إن الحديث اعتبر كثيرا من الأعمال وإن كانت دنيوية من شعب الإيمان بدءا من كلمة الإخلاص حتى إماطة الأذى عن الطريق وتميت الأذى عن الطريق صدقه أي عبادة وحسنة والمعاملة في البيع والتجارة والإخلاص فيها مع تجنب الحرام عبادة ما دامت لا تلهي عن الفروض قولي عليه السلام رحم الله عبد سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى بل ورد القول التاجر الصدوق العمين مع النبيين والصديقين والشهداء فهذا هو العابد المستقيم هو هو كان في مسجده أو في محل تجارته أو في إدارته أو في حقله وإذا نظرت إليه عند قيامه في الليل قلت البدر بات مصليا ويظل يكتسب الحلال وإنه لعلى الشريعة مقبلا وموليا والصدق في المعاملة عبادة والغش ينقص من درجة حرارة العبادة لقوله عليه السلام منغشنا فليس منا والإحسان إلى الجار عبادة وإذا أهم ينقص من كمال الإيمان لقوله عليه السلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه شروره ودواهيه وآثامه واجتناب الآثام والمعاصي يقوي دائرة العبادة والإصرار على ارتكابها ينقص من درجة حرارة الإيمان لأن الإيمان قول وعمل وتصديق يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي لذلك نفى عليه السلام كمال الإيمان لا أصل الإيمان على ذوي المبيقات التالية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق ولا يسرق السارق حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فملخص العبادة قولا وعملا يجمعه قوله عليه السلام قول آمنت بالله ثم استقيم والمسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده وإصلاح ذات البين عبادة لقوله عليه السلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وعيادة المرضى عبادة قولي عليه السلام من عادة مريضا ناداه مناد من السماء طيبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أخرجه الترمذي وهي ماتة الأذى عن الطريق عبادة قولي عليه السلام عرضت علي أعمال أمتي حسنوها وسيئوها فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق أخرجه مسلم واعتبر الإسلام طلب المعاشي بالغرس والزرع وضروب العمل عبادة وصدقة بالورد أن ثم تذنوب لا تكفرها العبادات المعروفة ولكن يكفرها الهم في طلب المعيشة كما عند ابن عساكير وأبي نعي في الحلية وأعجب من ذلك كله أن يعتبر الشرع أعمال الغريزة الجنسية وقضاء الشهوة في الحلال عبادة قال عليه السلام وفي بضع أحدكم صدقة والأعجب من ذلك كله أن يعتبر نوم المسلم بنية الاستراحة لمتابعة نصرات اليوم الموالي في أمور الدين والدنيا عبادة فقد قال الحسن البصري فيما ينسب إليه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وهكذا أي الكرام الكريمات تتسع دائرة العبادة في الإسلام لتشمل حياة الإنسان كلها في مراقبة لله دائمة إذا ما خلوت الظهر يوماً فلا تقل خلوته لكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غداً للناظرين قريب يقول الله تعالى يا أيها الأيو الذين آمنوا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون في الآية خاص وعام وأعم فالخاص الركوع والسجود والعام العبادة والأعم فعل الخيرات كل ذلك يؤكد المعنى العام للعبادة الذي تم تقريره وبناء على ذلك كله يدخل في عموم العبادة التي يؤجر عليها الإنسان جميع أشكال التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية التي تتوخى تعمير هذه الأرض وتحقيق مهمة الاستخلاف فيها من أجل ذلك تكررت مصطلحات العمارة والكسب والعمل والتمكين في نصوص الشرع قرآن وسنة وكلها تعني طلب عمارة الأرض بالعمران وغيره من مظاهر البناء والنماء تحقيق للحياة الطيبة للمجتمع إلى درجة التعبير في القرآن بالقول هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها قال بعض أهل التفسير استعمركم السين والتاء في الآية تفيدان الطلب والطلب المطلق من الله تعالى يكون على سبيل الوجوب فعمارة الأرض بمختلف أشكال النماء أمر واجب عقل وشرعا أيها الكرام أيها الكريمات تماما كمن ضرجت مختلف أشكال التنمية الاقتصادية في مسمى العبادة بالمعنى الشامل تدخل من باب أولى جميع أشكال التنمية الاجتماعية في المعنى ذاته المعبر عنه بفعل الخيرات بحيث تغطي كل عمل يمسح به الإنسان ذمعة محزون أو يخفف به كربة مكروب أو يضمض به جراح من كوب أو يشد به رمق محروم أو يشد به أزرى مظلوم أو يقيل به عثرة مغلوب إلى غير ذلك مما يدخل الصرور على المسلم حتى قال بعض أهل العلم بأن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد للغير استناد إلى قولي عليه السلام الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله أخرجه أبو يعلى وبهذا الفهم الحضاري السديد تتقوى العلاقة بين العبادة والتنمية بحيث تصير هذه الأخيرة وسيلة لتحقيق طاعة الله ورفاهية المجتمع في نفس الآن أيها الكرام أيها الكريمات إلى هنا أكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة